هنخش فنان في المباراة الآرض رأيك إيه؟ رأيي خلينا تعالى نفرج الناس على كيف كان أداء النادي الأهلي وسيستم النادي الأهلي مبهر مبهر مش جيد مبهر أمام ريال مدريد باستثناء لتلك الحاجة السلبية اللي هتكلم عليها في النهاية ونفرج الناس وقل لك إن الفريق اللابس أحمر ده بتلك الحالات الهجومية ليه النادي الأهلي وقل لك إن الفريق عدد الهاجمات اللي انت هتشوفها دي والتهديد ده من كل حتة في الملعب على مدار ال91 دي ده اللابس أحمر ده النادي الأهلي واللابس موف ده ريال مدريد وقل لي لما فريق يعمل ويصنع هجمات بهذه الوفرة وبهذه الكسافة الهجومية وإنت فريق بتلعب ريال مدريد إنت مش بتلعب مسابقة محلية وبتلعب حتى مسابقة قرية بتلعب أمام الفريق الأعظم في التاريخ بصة كريم دي الهاجمة الأولى لي محمد شريف كامل عيبة على كامل عيبة يا كريم أربعة على أربعة وأي هاجمة بص الكسافة الهجومية بص على أكتر من حاجة بص الهاجمة من هنا تلاقي حاجات من العمق حاجات من ناحية الشمال حاجات من ناحية اليمين بص التمريرة كمل الفريم اللي بعده اللي بعده بص محمد شريف كان عنده اثنين اوبشن والاتنين عمله موحش قوي الأولانية انه يحطها انه يحطها بشكل أفضل من كده عنده قارات كتير انه يحطها لك نزايا كتقفرت عليه لان هو سب هطلعت منه البرة التانية انه يرجع لحطها لعب قادر حتى الرياكشن بتاع عب قادر بيقول له حطها دي أنا فاضي حطها دي أنا فاضي الهاجمة دي يا كريم في الشوت الأول عشان الناس كان بتتكلم انه مهارية المدريد تتقدم اثنون سفر وبعدين تراجع لا هنا الهاجمة دي والمهارية سفر سفر صح يلا اللي بعده الفريم دي الهاجمة اللي بعدها ارجع ارجع فريم ارجع فريم ارجع فريم كمان ارجع فريم كمان دي الهاجمة التانية للنادي الأهلي والنتيجة سفر سفر يلا الكروس الكروس هتتحط بالعرض من متولي هيكمل فيها محمد عبد المال اخلي بالك ده سيد كلي مش كرة سبتة مين اللي مكمل جوه ارجع تاني مين اللي مكمل جوه 18 ريال مدريد واحد بيلعب الأساست بدماغه والتاني بيخش يلعبها بدماغه آه خدها من تحت الفوقه تلعب فوق العرضة لكن الاتنين اللي مكملين وعملين الكثافة الهجومية للنادي الأهلي الاتنين السنتر بكات بتكلم هنا حسين على ال 18 قدامه عمر السولية محمد شريف محمود متولي محمد عبد المنعم واحمد عبد المنعم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة فين في اوبن بلاي مش في كرة سابتة على ريال مدريد منهم الاتنين المدافعية اللي الحلل اللي بعديه كل ده والنتيجة صفر صفر دي طبعا الكرة من الخطف وقف هنا بقى كتير شناف كتير جدا عند دي واحد من نجوم المباراة الكريم واكلم عليه لوحده محمد هاني عمل باراة كبيرة قوي 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 لكن لما تيجي تبص على الكرة دي تحزن انت عندك لعيب واقف جول 18 لوحده بص ناتشو رجع له منين رجع له من الشارع فيه عشرة يارضة قبل اتنين الباص علشان ما كانش فيه جودة من محمد هاني كان عنده اتنين اوبشن يعني حطها ببطن رجله الداخلي ويقويش رجله الداخلي ويحطها لبرا قدام محمد شريف او انه يقف عليها ثانية كمان ويحطها لحسين الشحات على التمنتاشر هو اختار القرار الاصعب حطها من ورا الروديجر ففي التالي جات ورا محمد شريف لانه بعدها هات الفريم اللي بعده لانه بعدها كان خد الخطوتين اللي قدام رأى عند نقطة البنالتي فرجعت ورا محمد شريف هي لو اتحطت نوع الروديجر من الاول هدف لانت بتتكلم على شباك فريغة كل ده يا كريم والنتيجة صفر صفر كمل كمل طيب اللي بعده هنا القرار ارجع ارجع محمد هاني كل ده والنتيجة صفر صفر محمد هاني نجم من نجوم المباراة بيعمل اساسة لمحمد شريف انا شايف ان كان عنده قرار تاني ان يحطها لحسين الشحات كانت زاوية اكثر اتاحة اتحطت لمحمد شريف اللي كان مراقب هنا في اللقطة دي من روديجر كمل كمل اتحطت لمحمد شريف دخل محمد شريف وحسين الشحات جواد 18 لما تلعب بالاعرض كان هنا القطع بتاعها بقادر متأخر قوي فبالتالي اتقطعت كل ده والنتيجة صفر صفر كمل الحالة اللي بعديها الحالة اللي بعديها دي المرور البتاع واحد من نجوم المباراة نهاردة حسين الشحاتة كريم وبالعب على كامافينجا بيعدي واحد على واحد خلي بالك بيعدي واحد على واحد من لعيب مركز ستة لعيب وسط ملعب من ضمن مميزاته مميز جدا في السرعات السنائية على الارض فبيقدر انه يعدي منه بالشكل ده مرة واثنين وتلاتة وفي الاخير خد منه راكلة الجزاء كمل الفريم اللي بعده عد حسين الشحات وحطها في الدايئة تهديد اخر على مرمى ريال مدريد في الشوط الاول كمل كمل حالة اللي بعديها كل ده كريم كل هذه لجمات في شوط المباراة الاول كمل اللي بعده نروح ليه هجمة افشة هنا قبل ما تروح للفريم كام لعيب يا كريم على كام لعيب يعني في التلتة الاول بتاع ريال مدريد ده اربع لاعبين من النادي الاهلي احمد عبدالقادر محمد مجدي افشة محمد شريف حسين الشحات على سنائي اتنين في المواجهة اتكررت للمرة التالتة كمل اللي بعده خطورة الكاونترز اللي كان بيعملها النادي في الاهلي النهاردة حسين الشحات كمل الفريم اللي بعده صغوبها بشكل جيد لكن جاء جنب العرضة اليمين للونين هدف محقق للنادي الاهلي بيضيع اللي بعده ده كانت النتيجة بقت 2-0 كمل كمل الكروس هنا من حسين الشحات افضل صانع كرات في النادي الاهلي وافضل صانع حجمات خطرة في النادي الاهلي في كل المبارات اللي فاتت في المبارات اليوم تاني برضو شريف وده لهم على شريف شريف مفيش مهاجم بيعمل التكوف بالشكل ده ولا بياخده الكرة من تحت الفق يعني لما جاءت لعب منعم عزرناه مدافع في النهاية لكن لما المهاجم الجلو الكرة دي وقابليها في كانت فرصة الشوت الأول وهتيجي واحدة تانية صعب جدا للمهاجم النادي الاهلي يضيع كل هذه الكرات اللي بعده اللي بعده يلا هنا نفس القسط كامل عيب على كامل عيب